السلام عليكم نرحب فيكم في مقدمة في smart cities and systems اليوم حنستعرض الoverview benefits and challenges facing smart cities what do we mean with smart cities يعني شب ناني a city is smart when investments in human and social capital traditional infrastructure and disruptive technology fuel sustainable economic growth and high quality of life with a wise management of natural resources through participatory governance يعني هنا بشكل عام احنا بدنا نستغل او بدنا نستثمر الhuman and social capital يعني الموجود عندنا الطاقات البشرية والاجتماعية مع البنية التحتية التقليدية الموجودة والتكنولوجيا اللي هي بتعمل تغيير في الحياة ليش هذه؟ عشان تعطينا يعني نمو اقتصادي مستمر وتحسن نوعية الحياة طبعا هذه مع يعني ادارة حكيمة للموارد الطبيعية وخلينا نقول الشغلة الاهم اللي هي ايش انه فيه يعني الحوكمة بالمشاركة يعني كل شرائح المجتمع او الشرائح الموجودة في المدينة تساهم في عملية الحوكمة اللي بنحكي عنها طبعا الـ smart city emerge as the result of many smart solutions across all sectors of society يعني لما نتكلم على smart mobility الـ smart mobility هاي احنا حققين الاهداف هاي اللي challenges وهاي اللي عندي الـ enabling disruptive technologies اللي بنتكلم عنهم طبعا الـ goals economic growth نمو اقتصادي equality of life المدن يجب توفر حياة كريمة يعني حياة خلينا نقول فوقها المتوسطة ecological footprint sustainability يعني بدنا نكون هادي صديقة للبيئة بشكل عام طيب التحديات دايما control transition of labor market due to automation احنا بنعرف انه الاتمة احدى عيوبها انه تستغني عن العمال يعني بيصير عندي معدل بطالة بدي ازيل الان الاصل هذه الايدة العاملة بتم استيعابها في مناطق اخرى winning the war of talent between metropolitan area عادة في منافسة بين البدن بعضها وبعض يعني الكل بده يجيب العقول والمهارات المطلوبة لمدينته يعني سواء بتاتس يعني تستقطب الشركات الكبرى بتستقطب العقول المتنورة والعقول المتميزة هذه كلها حرب بتقوم بين المدن والمدينة الشاطرة او السمارتر هي اللي بتستقطب هذه المهارات social cohesion inclusiveness and solidarity يعني بدي يكون فيه هناك تناسق اجتماعي فيه انه يعني تاخد الكل مش بتفرق بتوحد وبتضمن الكل وفيه تضامن بين طبقات المجتمع المختلفة secure digital environment وبرايباسي بدي يكون هناك البيئة الرقمية امنة وفيه توفير درجة من الخصوصية الريزيلينس طبعا هذي بتبين في الازمات انه هذي تقدر تتحمل ضغط وقت الازمات طيب الاسمارت موبيلتي بنتكلم على الحركة في المدينة عادة المدن الكبرى فيه زحمة بيصير فيها وفيه ضغط بيصير فيها وقت الروحة للعمل ووقت الترويح من العمل ووقت الروحة على المدارس والجامعات ووقت الترويح من المدارس والجامعات فهذه ظاهرة انت بدي ككل لما نفكر على كيف أنا بتصمم حاجة بدي اصمم انه هذي تبقى فيها سلاسة بدي اخلي الزحمة هذي تخف او اقضي عليها بدي اعمم الفايدة من ال public transportation المواصلات العامة سمارت سيفتي بنتكلم على انه انت في المدينة في وضع امن على طول يعني بتخافش من اي حوادث امنية او سرقات اعتداءات غيره في هذا المكان لانه المناطق كلها مراقبة وفيه تواجد للشرطة او الجهات الامنية بناء على مراقبتهم لتكنولوجيا اللي بين اديهم سمارت انرجي واتر اند ويست بدنا هاي سمارت انرجي احنا بضيعش كهراء ببلاشي على المناطق اللي فيش فيها حركة الاصل انه ما بيصيرش الها اضغاء في المدينة انا الحاجات اللي بتهمني ادخل التكنولوجيا اللي صديقة للبيئة مش المستهلكة للبيئة في المية بستخدم المية على قدر الحاجة وبوفر في استخدامات المية عن طريق استخدام التكنولوجيا المتعددة زي تكنولوجيا التنقيت زي السقاية الاشجار وهدول في الليل بدل النهار يعني هاي بيصير برمجة الها الويست برضو انه فيش اشي برتمع عندي بعمر ريسايكلينج لكل اشي تحت ايدي smart buildings and living طبعا هادي بدي المباني صديقة او ذكية انها كل الامكانيات المراقبة للتحكم للحركة فيها كل هادي بيبقى ذكي smart health انه كل اشي انا بقدر اعمله مراقبة واعمله خلينا نقول اربط الجهات الصحية المختلفة مع بعضها وهادي بتعطيني حلول صحية ذكية سواء انا بستخدم الساعات الذكية بستخدم ال route الذكي او الطريق الذكي سواء للتمرين لغيره لغيراته كل هادي بستخدمه smart education طبعا حاليا احنا بنمر في هذه الظاهرة انه بدي استخدم التكنولوجيا المتوفرة عندي لا يعني enhance عملية التعليم يعني لا حسن منها smart financing كل التعاملات البنكية تبعته وغيره وغيراته اقوم بيها باستخدام ال application او باستخدام التكنولوجيا الحديثة يعني المدينة موفرة ها يعني ما فيش داعي اشيل كاش او اي شيء في جيبتي من هذا القبيل بنتكلم على smart tourism and leisure اللي هي بتكلم كيف انا السياحة والتنقل في هذه المدينة انا والتسلية متوفرة في المدينة يعني فيه مناطق بتقول لي فيه تخفضات فيه بتعطيني الاليات الحجوزات الاليات التنقل لهذه الاماكن بشكل سالس وذكي smart retail and logistica اللي هي كيف انا بدي اتسوق بطريقة ذكية في هذا المجال سواء بالتوصيل سواء من البيت سواء كل هذا smart manufacturing and construction برضو كيف انا بدي استغل الدكاء سواء في عمليات التصنيع او في عمليات البناء smart government اللي هي الحكومة الذكية سواء عن طريق انه انا مش ضرورة ازور الاماكن الحكومية كل اشي بقدر اقوم فيه اونلاين في هذه من الامور اللي انا بطلع عليها طيب fueled by a combination of disruptive technology and social innovation most new technology and social innovations are disruptive on their own the combination of them even more powerful and create a perfect storm of disruption هاد اللي بتغير التكنولوجيا اللي بتغير مجريات الحياة احيانا واحدة منهم لحالها كافية بس لما انا احط تنتين تلاتة اربعة مع بعض بصير هاد بالفعل زي عاصفة متكاملة لتغيير الحياة مثلا الانترنت اف تنكز او اف افكل هاد قيرت كثير الدروز او الزنانات هادول اللي احنا بنا نحكي عنهم في غزة الان احنا بنشوفهم في الاستخدام العسكري فقط هدولا في الاستخدام الموجودين بشكل كبير سواء في الديليفري او في التصوير او في خلينا نحكيها التسلية في كل هاد الامور او في السبورت ايفنت كل هدولا موجودة في العالم احنا عنا مش موجودة الرينيوبل اندري زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكيف نخزنها وكيف نستخدمها 3D printers حاليا لو بدي حاجة ومش موجودة عندي بقدر اصنعها باستخدام 3D printers ال Crowdsourcing هذه لما بدي اجيب افكار لشغلة معينة الان لو انا بدي اقوم منها فيها لحالي بتظبطش لازم استخدم الناس الموجودين التانين ليشتغلوا معي الروبوت الروبوت اللي عندي هو بيقوم بوظائف خلينا نقول صناعية الاندسترية السوشال بيقوم بوظائف اجتماعية او في البيت يعني Gameification الرياضة والالعاب Sharing economy الاقتصاد اللي بيدور على المشاركة او التبادل يعني لما انا بدا انا وجراني نتشارك في حاجة او انا واصحابي السوشال ميديا Digital Platform هدولا احنا ملاحظين قد يشاهد البيك ديتا هاد من الشغلات اللي علمها كبير وبدو شوية شغل Artificial Intelligence ذكاء الصناع الكلاود Self Organization Co-creating Mobile والبلاكتشين هدولا كلها هيدهم تكنولوجي اللي هم تأثير لحالهم كبير وغيرت مجريات الحياة عندنا الان احنا لما نستخدمهم ككل مع بعض عملت ثورة في الحياة عندنا في هذا المجال طبعا الان Combined changing human behavior with the use of data and innovative technology through smart solution campaign Disruptive technological capability with changes in human behavior the later can only be achieved by simple intuitive social solution that appeal to real human needs عادة استخدام الديتا والتكنولوجيا بغير من تصرفات البشر هذا التغيير ايش بد يكون او الموجود عندي Meaningful يعني الو معنى smart solution addresses real needs of city users and are perceived as meaningful يعني هو الو معنى هذا الحل اللي بقدمه الو معنى durable انه ايش بيعني بيخربش بسرعة بيضلوا معي يعني last for long easy to use سهولة الاستخدام لو اجد تكنولوجيا صعبة الاستخدام محدش هيستخدمها inviting people provide people the right incentive incentives to change behavior voluntarily because they are recognized as beneficiaries يعني هاده ايش بتجدب الناس لها لتخليهم يستخدموها لانه هي بتسهل الحياة على الناس always there smart solution لازم يكون resilient يعني بتقاوم للصدمات والكدمات وغيره ووقت ما بدك تحتاجها بتلاقيها يعني مش بتسوي scalable بقدر يعني اطبقها على مستوى صغير او مستوى كبير على مثلا على حارة على مدينة على افراد فهادي من الشغلات المهمة اللي احنا نتكلم عنها ناخد break الان وبنرجع